السلام عليكم. اهلا وسهلا بكم في قناة فن الكرشي. ازايكم اخباركم ايه يا رب تكونوا كلكم بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل وردة جميلة جدا بطريقة جديدة ومميزة وكمان سهلة جدا. ممكن تستخدمها في حاجات كتير جدا. ممكن تعملي بيها توكة او تزيني بيها ملابسك. هي شيء جدا ويا رب تعجبك. يلا نبدأ ونشوف طريقة العمل. صلي على النبي عليه يا افضل الصلاة والسلام ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. ونبدأ الشغل. احنا الخيط هنمسكه بالشكل ده. وهنلف الخيط على على صبعنا بالطريقة دي. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر. لفيت الخيط على صباعي عشر مرات. هدخل الابرة تحت اللفات اللي انا لفتها دي بالشكل ده. وحسحب الخيط من تحت بالطريقة دي. وبعد كده هعمل غرزة سلسلة. بعد كده هطلع الخيط دي من على صباعي بالشكل ده. واكون كونت الدايرة دي. زي ما انتم شايفين كده. وهشتغل داخل الدايرة دي. هدخل داخل الدايرة واعمل غرزة حشو. وطبعا غرز الحشو احنا عارفين ان اا ان ارتفاع غرزة الحشو بتكون سلسلة واحدة بس. وانا عملت السلسلة فهشتغل على طول. اول غرزة حشو معايا. هدخل واسحب الخيط واعمل كمان غرزة حشو. كمان غرزة حشو. وهكمل السطر ده كله هيكون عبارة عن غرز حشو لغاية ما هقفل الدايرة دي كلها او اغطي على الخيط اللي معايا دي كلها بغرز الحشو. طبعا مش هتكون عدد معين على حسب الدايرة اللي انت عاملها. هتقفلي عليها كلها بغرز الحشو. هكمل ونشوف هنعمل ايه? زي ما انتم شايفة كده انا خلصت قفلت على الخيط كلها بغرز الحشو. وكان ده شكلها. بعد كده عشان اقفلها هدخل في اول غرزة حشو عملتها وحقفل بمنزلكة. بالطريقة دي انا كونت الدايرة بالشكل ده. بعد كده الخيط الزيادة دي انا هقصها. زي ما واضح معانا كده. بعد كده انا هرتفع اتنين سلسلة. واحد. اتنين. وهلف الخيط على الابرة. وهدخل داخل الحلقة اللي انا كونتها دي. وحاسحب الخيط منها. هلف كمان مرة. وحدخل اسحب الخيط تاني. دي مرتين. تلاتة. اربعة. خمسة. واضح? بعد كده همسك الخيط بالشكل ده. بالطريقة دي كده. واضحة معانا. وهلف الخيط واطلع من الحلقات الموجودة على الابرة كلها مرة واحدة. وبعد كده هدخل الابرة في الخيط اللي انا كنت مسكة ده. وهاسحب الخيط منه. واطلع بمنزلقة. واضحة انا عملت ايه? وقفلت على الحلقات اللي عندي بالشكل ده. بعد كده هبتفع اربعة سلسلة. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. وحدخل في نفس الغرزة اللي انا عملتها اللي هي غرزة المنزلقة. واضحة انا دخلت فيه. وهاسحب الخيط واعمل غرزة حشو. وحتفع تاني اربعة سلسلة. اتنين. تلاتة. اربعة. وحدخل في نفس الغرزة واعمل كمان غرزة حشو. هكرر تاني هعمل اربعة سلسلة واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. وحدخل في نفس الغرزة واعمل غرزة حشو. زي ما انتو شايفين كده دي طريقة اول بتلة عندي في الوردة. وده شكلها. هعمل تاني بتلة معاكم. هرتفع باتنين سلسلة. واحد. اتنين. وحكرر نفس البتلة دي. هعمل البتلة التانية. حلف الخيط على الابرة. وحدخل اسحب الخيط خمس مرات زي ما عملنا في البتلة الاولى. كده خمس لفات على الابرة. حمسك الخيط زي ما قلنا. حمسك الخيط كده. وحلف الخيط واطلع من الحلقات الموجودة على الابرة كلها مرة واحدة. وبعد كده هدخل فيه الحلقة. الخيط اللي اللي انا كنت مسكاه. اسحب منه الخيط بالشكل ده. وبعد كده اعمل منزلقة. بعد كده هرتفع واحد اتنين ثلاثة اربعة. وحدخل فيه نفس الغرزة. واعمل غرزة حشو. هرتفع كمان اربعة سلسلة. تلاتة اربعة. وحدخل في نفس الغرزة واعمل غرزة حشو. كمان مرة واحد اتنين تلاتة اربعة. وحدخل في نفس الغرزة واعمل كمان جرزة حشو. بالشكل ده اكون خلصت البتلة التانية. زي ما واضحة معانا كده. هكمل واكرر نفس اللي عملته. هرتفع اتنين سلسلة. واحد. اتنين. حلف الخيط على الابرة وحدخل داخل الدايرة. وحسحب الخيط. مرة. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. بعد كده حمسك الخيط. وحسح ألف الخيط واطلع من الحلقات الموجودة على الابرة. وبعد كده هدخل على الحلقة الاخيرة دي. اللفة الاخيرة اللي انا كنت آآ صحبة بيها الخيط. واسحب الخيط منها بالشكل ده. واعمل منزلقة. بعد كده هرتفع اربعة سلسلة. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. وادخل في نفس الغرزة واعمل غرزة حشو. وكمان اربعة سلسلة. وادخل في نفس الغرزة واعمل غرزة حشو. وكمان اربعة سلسلة. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. وفي نفس الغرزة اعمل غرزة حشو. بالطريقة دي البتلة التالتة معي خلصت. زي ما انتم شايفين هتبقى بالشكل ده. هنكرر البتلات آآ زي ما عملناها بنفس الطريقة لغاية ما نقفل الدايرة دي معانا كلها. هنكمل وحنشوف عملنا كام بتلة وهنشوف شكل الوردة وحنشوف كمان ازاي هنقفل الوردة معانا. كملي الفيديو معايا للنهاية عشان تشوفي شكل الوردة في النهاية. عملت ست بتلات زي ما واضح كده. اخر حاجة عندي هعملها ارتفع اتنين سلسلة. واحد. اتنين. بعد كده هدخل في اول بتلة عملتها. في غرزة المنزلقة اللي كنت بعملها وباقفل بيها على الحلقات اللي باشتغلها. تحت الوردة دي. وحسحب الخيط واعمل غرزة حشو. بعد كده هرتفع سلسلة. واقص الخيط. بالشكل ده اكون خلصت الوردة بتاعتي النهاردة. زي ما انتو شايفين كده. شكلها جميل جدا. وطبعا خيط الزيادة ده حضريه في ضهر الوردة. واحتكون شكلها بالشكل ده. زي ما واضحة معانا كده. وكمان تقدري تعمليها مادليا. واحتبقى مادليا جميلة جدا. حنعلق فيها الحلقة. ونركب فيها المفاتيح بتاعتنا. وهتبقى شكلها مادليا جميلة جدا. وشيك. ممكن كمان نزين الوردة بخرزة بالبيضة بالشكل ده. تدي شكل حلو قوي. ممكن نلزاقها بالشم. زي ما انتو شايفين كده. ممكن تحطي الوردة ديت على تو ويبقى شكلها جميل جدا. وتكون آآ غيرتي من شكل تو. وديتيه شكل جميل آآ بالوردة بتاعتنا النهاردة. وممكن تلزاقي قستك في ظهر الوردة. وتبقى توكة جميلة جدا. توكة قستك جميلة جدا. والافكار كتير جدا. وتقدر تستخدم الوردة بتاعتنا النهاردة. في حاجات كتيرة جدا. وتستغليها في حاجات كتيرة جدا. وكمان تقدر تستغلي بواء الخيط عندك. وتعملي توك جميلة جدا بالشكل ده. آآ ويا رب يكون فيديو النهاردة خفيف عليكم وسهل. آآ وتقدري تعمليه بكل سهولة. وبتمنى من ربنا انه يقدرني واعمل لكم فيديوهات تعجبكم دايما. ولو اول مرة بتشوفيني. ياريت آآ تشرفيني وتنوريني باشتراكك في القناة. وتفعل الجرس عشان يوصل لكل فيديو جديد بنزله. ويا رب افكاري تعجبكم ويا رب شغلي يعجبكم ويكون الفيديو عجبكم. وما تنسيش اللايك والشير للفيديو علشان يوصل الفيديو لكل محب الكروشي. وآآ وشكرا لمتابعة الفيديو. والى اللقاء في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.